بيعت مجموعة متعلقات للممثل الراحل الأمريكي روبان ويليامز وزوجته السابقة مارشا مقابل نحو 6 ملايين دولار أمريكي في مزاد أقيم بمدينة نيويورك حيث تذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية بيعت هذه الجائزة مقابل 27 ألف دولار و 500 دولار كما تم بيع السيف استخدمه في فيلم هوك بمبلغ 4 750 دولار